مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشكا الصحافة ونبدأها بالعناوين يمن مونيتور 68 جريحا في عدن يطلقون حملة رش ضبابي حفاظا على حياة الأهالي ومن أهم أعراض الإصابة بكورونا وهذا أخطرها من الأخبار المنوعة مقهى يرفض استقبار رئيسة وزراء نيوزلندا جرح الحرب في عدن ورغم ما يعانوه مما أصابهم في معارك سابقة إلا أنهم خرجوا لتنفيذ حملة رش ضبابي وعنون موقع يمن مونيتور جرح الحرب في عدن يطلقون حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار الأوبئة وتتضمن الحملة التي حملت شعار في الحرب والسلم نفديكيا عدن عملية رش ضبابي ورفع المخلفات في المربعات المستهدفة بالمديريات وشفط الصرف الصحي للقضاء على أسباب انتشار الأوبئة ويشارك في الحملة 68 جريحا من جرح الحرب من أبناء مدينة عدن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة وأوضح وكيل الشؤون الجرحة علوي النوبة أكد أن هذه الحملة الشبابية التطوعية تستهدف في أولى مراحلها مديرية كريتر لمدة خمسة أيام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع المخلفات وشفط المياه الراكدة وأشار إلى أن الجرح المشاركين في الحملة يساهمون في خدمة أبناء المدينة ويلبون النداء للدفاع عن عدن من الأوبئة بكل قدرتهم وإمكانيتهم المتواضعة التعليم هو العدو الأول لميليشيا الحوثي فمنذ وصولها فجرت المدارس وعتقلت المعلمين وأوقفت رواتبهم فما هو مصير أكبر جامعة أهلية يمنية وفقا لموقع المصدر أونلاين رئيسها معتقل وموظفوها بلا رواتب هذا هو حال أكبر جامعة أهلية في اليمن بعد استيلاء الحوثي عليها وقال الموقع أن موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا دعوا ميليشيا الحوثي التي سولت على الجامعة إلى صرف مرتباتهم لشهر أبريل الماضي والإكرامية المعتمدة سنويا وقال مصدر في الجامعة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم إيقاف الراتب أكثر من شهرين وإيقاف الإكرامية السنوية منذ تأسيس الجامعة قبل 25 عاما وقد مرت على الجامعة عدة أزمات ولكنها لم تقطع الرواتب أو الإكرامية أو المستحقات عن العاملين فيها وفي شهر يناير قامت ميليشيا الحوثي بقيادة المدعو صالح الشاعر الذي منحته الجامعة لقب الحارس القضائي قامت بالاستيلاء على الجامعة التي تعد أكبر الجامعات الأهلية في اليمن وقامت أيضا باعتقال رئيسها واستبعاد معظم قياداتها من مواقعهم الإدارية وأضاف المصدر أن الميليشيا تواصل ممارستها التعصفية بحق الجامعة وموظفيها وقامت أيضا بإيقاف صرف مستحقاته وحقوق وأزور العاملين بها ناهيك عن إيقاف صرف مرتبات شهر أبريل المنصر فيما تستحوذ على الصرف النقدي لبناء نظام جديد بديل عن النظام المغلق من قبل ملاك الجامعة الديمقراطية الأخرى تحت هذا العنوان كتب عبد الحليم قندي المقاله المنشور في صحيفة القدس العربي ويقول وينستون تشيرشيل حارس الإمبراطورية الأخير وأعظم رؤساء وزارات بريطانيا شهرة نسبت إليه عبارة تقول إن الديمقراطية أسوأ نظام عرفته البشرية لكنه يلحق العبارة بتحوط يقول فيه ولكن البشرية لم تعرف نظام أفضل أي أن الديمقراطية مطلوبة ومفيدة وإن لم تكن كذلك دائما فنجاحها مرتبط عند تشيرشيل بنوعية نخبة البرلمان والحكم التي تنتجها فقد تفرز الأصلح وقد تنتهي إلى الأسوأ وهذه خبرة خاصة بالزعيم البريطاني البارز الذي حصل على جائزة نوبل في السلام وعاش لأكثر من تسعين عاما وشهد أيام الامبراطورية البريطانية العسيرة وقادها إلى نصر أخير ضد نازية هتلر لكنه سقط في الانتخابات التالية للحرب مباشرة وإن عاد كبطة عرجاء إلى رئاسة الوزراء أو إلى خمسينيات القرن العشرين وخلفه أنتوني إيدن المهزوم في حرب السويس نقطة النهاية التراجدية للامبراطورية ولم يكن لتشرشيل بعدها سوى أن يعتزل حتى مات أواصط الستينيات والمعنى الباقي أن الديمقراطية قد لا تكون نظاما مثاليا لكن سيرة الدول لم تعرف ما هو أفضل منها إلى اليوم فقد تكون صفتها التمثيلية إلى تراجع مع ظواهر متنامية لضعف الإقبال على التصويت الانتخابي وإلى حد تصير معه الأغلبية الانتخابية غير ذات صفة مؤكدة فكثيرا ما تكون الأغلبية التي تفرزها الانتخابات هي الأقلية الشعبوية ذاتها عموما نهيك عن أوضاع البرلمانات المعلقة التي لا تكون فيها الأغلبية الانتخابية لحزب بذاته ما يدفع إلى تكرير الجولات الانتخابية أو إلى تشكيل حكومات اتلافية متناقضة من داخلها بما يؤدي إلى نوع من الشلل السياسي يطول أو يقصر زمنه أو يقود إلى تفضيل النظام الرئاسي حيث تكون السلطة مركزة في يد الرئيس للبرلمان لا أحد يعرف ما هو الضرر الذي تمثله الفرق الطبية التي تجري فحوصات للمرضى في محافظة البيضاء حتى تقدم ميليشيا الحوثي على قصفها عنوان موقع الصحوة نت ميليشيا الحوثي تقصف مخيمات الفرق الطبية لفحص كورونا في البيضاء وقالت مصادر محلي أن الميليشيا شنت قصفا عشوائيا على المخيمات الطبية المخصصة لفحص المواطنين والمسافرين والمنصوبة في الطريق العام بمنطقة قانية وأوضحت عفواني المصادر أن القصف تسبب بإرباك عمل اللجان وإحداث أضرار مادية وأضاف أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات في مناطق سيطرتها فيما تدخل حرب اليمن عامها السادس وعلى الرغم مما يثار عن بوادر أمل لإنهاء هذا الصراع الدامي الذي خلف دولة منهارة وشعبا ينخره الجوع والعوز فإن هذه الحرب لا تفيض بسلاحها من الداخل فقط بل تتعده إلى الخارج وفقا لصحيفة العربي الجديد والتي علقت حرب اليمن وتهريب السلاح شبكات تغذي الموت في القرن الأفريقي وتقول الصحيفة إن السلاح الذي يعبر في عبارات وأسفن الموت المجاني إلى القرن الأفريقي كثيرا ما لا يقف عنده الفائز به أخيرا هو من يدفع السعر الأعلى الذي قد يكون مضاعفا بعشر مرات عن السعر اليمني لكنه سيكون حتما واحدا من تلك الأطراف الكثيرة التي لا تزال تجعل من القار السمراء منطقة لا تعرف كيف تلتقط أنفاسها وقال تقرير الصحيفة أن السلاح الأكثر شيوعا والذي يصل القرن الأفريقي من اليمن هو البندقية الهجومية AK-47 التي يغطي مداها الكيلومتر واحد مع وجود أسلحة تقليدية أخرى تغطي مسافات أكبر وكذلك أسلحة لم يعد متحاربو اليمن بحاجتها في ظل تدفق أسلحة أخرى أكثر حداثة من الدول الراعية للحرب وفي الحالة اليمنية فقد باتت حربها وقودا مهما لانتشار السلاح في منطقة القرن الأفريقي ومنه إلى دول أفريقية أخرى في الغرب والجنوب والوسط وحول خطوط التهريب التي تمر عبر باب المندب 20 ميلا من المياه تفصل الساحل اليمني عن جيبوتي فيشرح أحد الباحثين في تقرير أشارت إليه الصحيفة أن القوارب الصغيرة مخصصة لتهريب الأسلحة الصغيرة إلى سواحل جيبوتي وإريتيريا أما غالبية الأسلحة على السفن الأكبر فتصل إلى الصومال حيث تفرغ حمولتها مع القوارب الصغيرة من الأسلحة ويضيف أن نسبة ضئيلة من السلاح المهرب والمفرغ في الصومال يبقى في هذا البلد أما السوقان الرئيسيان فهما جنوب السودان وأثيوبيا وفيما يذهب الكثير من السلاح داخل أثيوبيا إلى مجموعات محلية متصارعة على خلفيات إثنية حيث يعد جنوب السودان بحد يعتبر مركزا لسوق تهريب السلاح فيروس كورونا تسيس الأزمة الصحية في اليمن يقلق عمال الإغاثة تحت هذا العنوان كتب الصحفي المختص في شؤون الجزيرة العربية آلان كافال مقاله المنشور في لومونت تقع اليمن في العالم العربي وجوار القرن الأفريقي وهما منطقتان لا تزالان متضررتين قليلا من جائحة كوفيد 19 تعتبر اليمن صندوقا أسود خطيرا صحيا تصل منه أصداء لأخبار مزعجة منذ بداية مايو في هذا البلد المجزة الخالي من نظام صحي فعال بعد خمس سنوات من الحرب لا يمكن تنظيم استجابة موحدة في مواجهة خطر الوباء السلطات المتعددة التي تشترك في السيطرة على البلاد لا تتعاون مما يحد من نطاق عمال الإغاثة على العكس من ذلك على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار لا يبدو أن مختلف الأطراف المتحاربة في البلاد على استعداد لإسكات أسلحتها كما أنها لا تنظر إلى الأزمة الصحية إلا في ضوء مصالحها السياسية من منطقة إلى أخرى تساهم رغبة الجهات المحلية في إخفاء حجم الوباء أو عدم وجود وسائل لقياسه في بقاء الغموض المحفوف بالمخاطر مما يقلق العاملين في المجال الإنساني هناك شيء واحد مؤكد من صنعاء العاصمة في شمال البلاد التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى عدن في الجنوب حيث يرفض كيان انتصالي سلطة الحكومة يتواجد الفيروس وفي نسب أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية المعلنة ينتشر كوفي 19 منذ أسابيع في مجتمع ذي مناعة ضعيفة بالفعل حيث سببت في بعض المناطق الكوليرا وحم الضنك وسوء التغذية بالفعل العديد من الخسائر في صنعاء اختار المتمردون الحوثيون الذين يتقاتلون مع السعودية منذ عام 2015 التعتيم الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمرض قال مصدر إنساني أوروبي في العاصمة إنهم يريدون السيطرة على المعلومات بأي ثمن كما لو كانت قضية نصيرية بينما لا يمكن تقديم المساعدة إلا إذا قدمت الأرقام فكرة عن إلحاحية الوضع إن هذا أمر غير مفهوم ويضيف تم إجراء الفحوص على المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ولكن من المستبعد السماح بالإعلان عن النتائج التي قد لا تكشف إلا رأس الجبل الجليدي في جولتنا بين الصحف الناطقة باللغة الفرنسية نطالع من صحيفة لابريسا الكندية والتي ترجمت لصالح قناة بلقيس أحد عنوينها المتعلقة بالمعارك في أبيان حيث علقت اليمن 14 قتيلا في اليوم السادس من القتال في جنوب اليمن وقالت الصحيفة أن القوى الانفصالية في المجلس الانتقالي الجنوبي تقاوم هجوما شنة القوات الموالية للحكومة لسيطرة على زنجبار عاصمة محافظة أبيان الواقعة شرق عدن وصرح قائد انفصالي في الخطوط الأمامية لوكالة فرنس بليس أن الجنود الموالون للحكومة لا يمكنهم التقدم نحو زنجبار ولن يكون ذلك إلا على جثثهم وتقول الصحيفة أن هذه المعارك تشكل أولى المواجهات العسكرية بهذا الحجم منذ أن أعلن أو أعلن انفصالي الجنوب أعلنوا في السادس والعشرين من أبريل الحكم الذاتي لمنطقتهم بعد فشل اتفاق السلام مع الحكومة والذي نص على تقاسم السلطة بين الطرفين منذ عام 2014 تدور الحرب في اليمن بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعا وبين القوات الحكومية المدعومة عسكريا منذ العام 2015 من قبل تحالف بقيادة السعودية ووفقا لصحيفة فإن المعسكر المناهض للحوثيين تشبه انقسامات عميقة بين الحكومة في المنفى وحركة انفصالية طالب بالحكم الذاتي في جنوب اليمن ومثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي تم التوقيع على الاتفاقية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر في الرياض بعد سيطرة الانفصاليين على عدن ثاني أكبر مدينة في البلاد وبحسب مصادر يمنية وسعودية نصت هذه الاتفاقية على اندماج أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة مقابل عودة الحكومة إلى عدن ومع ذلك فشل الاتفاق بسرعة نكبة الشرعية الدولية تحت هذا العنوان كتب حسام كنفان مقاله في العربي الجديد ويقول في غياب أي أوراق قوة عربية وغربية فإن أي معارضة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة والدعم الأمريكي المطلق ستكون هباء كما الكثير من المعارضات السابقة لخطوات إسرائيلية متعددة فالاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل قوبل بكثير من التنديدات والاستنكار من عواصم عربية وعالمية عدة لكنه لم يغير من واقع الأمر شيئا وهو الأمر نفسه المرجح من ضم أجزاء من الضفة الغربية في حال حصوله ولا سيما في ظل جائحة كورونا التي تجدح العالم والتي أغلقت الدول كافة على نفسها وأغرقتها في هموم محلية اقتصادية واجتماعية وزادت من عجزها عن أي تأثيرات خارجية يضاف إلى ذلك وخصوصا في الحالة العربية التواطؤ المعلن نسبيا مع الإدارة الأمريكية من العديد من عواصم القرار العربية والمجهرة بالانفتاح على إسرائيل مع الإدانة الخجولة لبعض اعتداءاتها في ظل هذه الحالة العالمية التي باتت معروفة للجميع تستمر القيادة الفلسطينية في التعويل على الشرعية الدولية والجامعة العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية فيما تتجنب أو تؤجل أي قرارات فعلية من شأنها أن تؤثر بالقرارات الإسرائيلية سواء لجهة وقف التنسيق الأمني أو إلغاء الاتفاقات أو إلغاء الاعتراف بإسرائيل وحتى حل السلطة وهو ما قد تسهله كورونا وما أوجدته من أزمة اقتصادية أفرغت وجود السلطة ورواتبها من مضمونها حدد كبير الأطباء الروس المختصين في مجال الأشعة سيرغي موروزوف أهم ثلاثة أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا والعارض الأكثر خطورة وفقا لموقع روسيا اليوم والذي عنون هذه أهم أعراض الإصابة بكورونا وهذا أخطرها وقال موروزوف أن العارض الأول يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها 38 درجة فازل 5 درجة مأوية والثاني هو السعال أما العارض الثالث فهو ضيق في التنفس وأوضح أنه في حال كان معدل التنفس عال أي بلغ بين 20 إلى 30 حركة في الدقيقة الواحدة فإن ذلك مرتبط بانخفاض الأكسوجين في الدم وتجدر الإشارة إلى أن المعدل عند الإنسان الطبيعي يكون بين 12 إلى 20 نفسا في الدقيقة الواحدة وبحسب كبير المختصين فإن ضيق التنفس والشعور بنقص الأكسوجين أحد أخطر العوارض لدى المصابين بفيروس كورونا التي تستوجب نقل المصاب فورا إلى المشفى ولفت الخبراء مؤخرا إلى أن فيروس كورونا قد يسبب زرق في شفاه المصاب وأضافره اعتذر مقهى في نيوزلندا عن استقبال رئيسة وزراء البلاد جاسيندا ريدين وصديقها نظرا لأن عدد الزبائن وصل إلى الحد الذي تسمح به قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وعنون موقع رؤية الإخباري مقهى يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزلندا وخففت الحكومة الكثير من القيود من يوم الخميس وأعادت فتح المقاهي ودور العرض السنمائي ومراكز التسوق بعد شهرين من تطبيق قيود كانت من بين الأكثر صرامة في العالم لمكافحة المرض وذكرت وسائل إعلام نيوزلندية أن رئيسة الوزراء توجهت للمقهى لتناول الإفطار في العاصمة ولينجتون لكن قبل أو قيل لها أن المطعم امتلأ بالحد المسموح به للزبائن وقال المكتب الصحفي لرئيسة الوزراء إن الانتظار عند المقهى مسألة متوقعة بسبب قيود كورونا وأنها تنتظر مثلها أو مثل ما يفعل الجميع العالم يتغير هذا ما تقوله الصور كل يوم فقد أصبح تباعد الاجتماعي وحياة العزلة والخوف هي سمة في هذا العصر مجموعة من الصور المنشورة في صفحات الجارديان البريطانية نتابعها في جولتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر نتابع أيضا مجموعة من رسوم الكراهيتر التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولات اليوم وبهذه الصور نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الختام فقبلوا تحيات وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ساقرا سمايدي وهي أيضا من جميع فرات طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله